لوجوس هوب ليست مجرد سفينة المئات من الزوار ينتظرون الدورة لولوج هذه المعلمة البحرية فبداخلها أكبر مكتبة عائمة في العالم على شط قناة السويس في بورسعيد رست السفينة لتجذب عشاق القراءة من كل الأعمار كتب من جميع أنحاء العالم باللغات مختلفة من جميع دول العالم يستفاد من المركب أنها من سن ثلاث سنين طفل لغاية ستين سنة ديوان الأعشى الكبير أو النظارات للمنفلوطي قصص الأطفال وغيرها كلها رست في رفوف مكتبة السفينة تحمل المعرفة لكل من يبتغي الإبحار فيها لدينا حوالي خمسة آلاف كتاب وكلها مزيج يتطرق لجميع المجالات بعض الكتب باللغة الإجليزية والبعض الآخر بالعربية جي بي إي شيبس منظمة غير ربحية مقرها في ألمانيا تدير هذه السفينة لوجوس هوب وتهدف عبر إبحارها الدائم نشر المعرفة والأمل في كل شطآن